اشتركوا في القناة 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 من الخزينة المعتمدة في المنشعة وإذا لم تسدد قيمة المزايا نقدا أو بشكاة وتم تأجيل السداد يكون ذلك بجعل حساب الدائنين دائنا أما إذا قامت شركها بتقدير مزايا عينية عن طريق مراكس الاجتماعية بالشركة يكون قيد في تلك الحال حساب مزايا عينية إلى حساب مصروفات خدمة مشتراء إلا مزكورين حساب الأجور اللي كنت بخفضها من الأجور اللي عندي حساب المزايا العينية حساب التأمينات الاجتماعية حساب خامات ومواد وقت غير إذا كنت بأصرفها من المخازن عندي في السفينة حساب الإهلاك إذا كانت هي جزء من الإهلاك بعد كده نخش في تكلفة الإصلاح والصيانة طبعاً السفينة بتتعرض لعطل يبقى وصلح فيه صيانة دورية من غير عطل ونهاجة عشان ما تعتلش أصلاً والعمرات اللي هي لها مدد معينة بعمل عمرة على السفينة مش تقف خالص اللي الصيانة الدورية أو العمرات أو الإصلاحات إذا تمت بدفعها نقداً أو بشيك يجعل حساب الصيانة كمصروف والعمرات مدين وحساب بنك دائن وإذا ما تأجيل السداد يجعل حساب مقاول باطل دائناً كما يلي يبقى أنزل قيد عندي حساب تكلفة الصيانة والعمرات لأنه ده مصروف عندي والمصروف طبيعته مدين وبيزيد يبقى مدين بدفعه منين؟ يا بالبنك يا إما بأجل دفعه إلى فترة أخرى لأنه دي يقود يومياً بعملها يوم بيوم يبقى إذا ما دفعتش يبقى أنا الشخص اللي أدام للخدمة بسميهم مقاول الباطن دول يعتبر دائن لحين سداد المبلغ ليه إذا أمتي بسدد المبلغ لمقاول الباطن وبقول من حساب مقاول الباطن إلى حساب البنك العنصر اللي بعد كده جيم اللي هو تكلفة التأمين تكلفة من بعد الصيانة والإصلاحات تكلفة التأمين على السفينة طبعا التأمين عنصر مهم لضمان الملاك يضمنوا أن السفينة بتاعتهم إذا حدث لها لقدر الله خطر أو هلاك أو دمار أو أي حاجة في الحروب أو أي مشاكل خاصة بتتعرض لها السفينة لازم تأمن عليها لكي صاحب رأس المال يكون مطمئن على ماله بالنسبة لقصة التأمين لا يعتبر عنصر من عاصر التكاليف يبقى إذا من مدين مصروف مدين يبقى الحساب خاصة التأمين حسب أنواع الأقصاط اللي عندك زي ما مصدر إلى حساب بنك حساب جار يعني بناقص ده من البنك بدفع بشيك وعند استحقاق بوليس البوليسة يبقى إذن من حساب شركة التأمين إلى حساب لما تستحق البوليسة يعني يبقى شركة التأمين مدينة عليها أن تدفع لي هذا المبلغ في المستقبل وعند التحصيل يجعل حساب البنك مدين لما جال يجتفش الفلوس بشيك من الشركة التأمين اللي بتاع التعويض يبقى حساب البنك إلى حساب شركة التأمين خلاص عشان تتلغي مديونيتها تسجيل تكلفة الخدمات والمستلزمات ويجبال ذلك وقود السفيرة والسفيرة تحتاج إلى وقود يا جاز يا بلزيم يا غاز والمواد الغذائية اللي بتقدم للعاملين والركاب إذا كان السفن ركاب والمشروبات المقدمة للركاب أيضا وغيره أدوية للركاب أي خدمة تقدم للعاملين أو للركاب عند أثبت وقاعة الشراء المركزي أنا طبعا أشتري مركزيا في الشركة وبعدا أسحب منه المشروبات أسحبها أو الوقود أسحبها عشان السفينة يبقى أنا أعمل مخزن داخل السفينة يبقى المخزن ده زاد بقيمة المستجزبات تاني الشرية يبقى المخزن ده أصلا معصول عندي بيزيد يبقى أجعله مدينة حساب مخزن إلى حساب موردين إذا ما أخذش دفعت الفلوس دفعت الفلوس بمشيك إلى حساب بنك حساب جانب دفعت الفلوس نقدة من الخزين إلى حساب النقدية يبقى عنده الشراء بيتكتب القيمة حساب مخزن إلى مذكورين أو إلى موردين بس أو إلى بنك بس أو نقدية حسب الظروف اللي أنا أدفع فيها أو ما أدفعش إذا كان الشراء بالآجل يبقى لازم حسد اللي عليها للموردين دولي يبقى عند سنة مستحق الموردين حساب موردين إلى حساب موردين إلى حساب يبقى بيشيك برضو وسائل الدفع يبقى بيشيك نقدة يبقى إلى حساب البنك حساب جاري أو حساب نقدية بالخزين لما أجي أصرف من المخازن الرئيسية للرحلة البحرية يبقى بيقول من حساب خامات إلى حساب المخزن لأننا عامل المخزن أصلي موصول وسحب مني يبقى نقص يبقى أجعله ودائن عشان يبين نقص في هذا المخزن لما يجي أجرب في نهاية العام أو في نهاية الفترة المحددة للجرد الدوري عند الشراء المباشر للرحلة يبقى من حساب خامات إلى حساب الموردين مش حط في المخزن يعني يبقى إذن خامات تكتب عنص العصر التكريف مباشرة منتبخزن مش تحط في حاجة إلى حساب يبقى برضو بالآجل الموردين يبقى بشي حساب بنك حساب جاري يبقى نقضية بالخزن يبقى بشتري خامات في نهاية الرحلة البحرية يتم الجرد لأصناف الموردين كل نسبة للمخزن يبقى بشوفها عندي من حساب مخزن إذا كان فيه هضيف للمخزن حاجة من الخامات اللي موجودة عندي في الجرد إلى حساب خامات أخفض تكلفة الخامات اللي هي سبق إثبتها عنصر معناصر التكاليف نجي للعنصر مهمة أيضا هي إهلاك الأصول السابتة الإهلاك عنصر معناصر التكاليف مهم جدا وإغفاله يؤثر على التكاليف يخفضها وكتوبها غير حقيقية وإغفاله أيضا يؤثر على العرض في الميزانية ما يكونش قيمة السفينة بالقيمة الحقيقية تظهر غلط في الميزانية لازم أبين النقص على السفينة خلال عمرها أول سنة لازم قيمتها بتقلي يقول بقيمة النقص التدريجي في قيمة الأصل الذي يلحق بنتيجة الاستخدام بسبب الاستخدام أو بسبب التقادم يكون في طلع سفن أكثر كفاءة يبقى بضطر أن هذه السفينة أغيرها لأنها لا تصلح في النشاط الأقصال يبقى الإهلاك هو النقص التدريجي في قيمة الأصل نتيجة الاستخدام أو نتيجة مضي المدة أو نتيجة التقادم بظهور سفن أكثر كفاءة أنت بستطيع أن تعمل في هذا النشاط عشان أحدد القيمة الإهلاك لازم قصة إهلاك في جسم السفينة هي جزائي أخذ بقى عندي المعادلة بتاعته تكلفت السفينة اللي أنا شري بيها كنت مستوردها يبقى تعمل السفينة تعمل الشراء زائد الرسوم الجمركية كل التكريف اللي تجعل السفينة صالحة لاستخدام زائد الخبراء اللي بيجوا شغلوا عليه يبقى كل هذا التكريف رقم واحد في نهاية عمرها أنا بفترض أن أنا هباحها دي فرض ما عندي ما عرفش السؤال ربعي لكن فرض تقديري قيمة تخريدية يعني القيمة اللي أنا هباحها بها خردة أطرحها من قيمة السفينة وأسم الكل على العمر الافتراضي لجسم السفينة عمرها عشر سنين عشر سنة خمسين سنة زي ما الحبراء يدروها يبقى أقول تكلفة السفينة ناقصت الخردة على العمر الاقتصادي للسفينة المحد يطلع لي قصد إهلاك السفينة برضو هو قصد إهلاك آلات السفينة في السفينة نفسها تسمع تكن في آلات في السفينة بتشتغل مطور بشتغل برضو يبقى له تكلفة مختلفة عن جسم السفينة لأن العمر بيكون أقل شوية يوب برضو أنا بحدد في الاهلاك عنصري جسم السفينة والآلات العاملة في السفينة برضو نفس العملية اي قصد اهلاك بيحدد تكلفة الالاق نقص قيمة القردة على العمر اقصادي للالاق وقد جرى العرب في الملاحة البحرية بحساب قصد اهلاك شامل للسفينة ككل يشمل عبء السنوي للاهلاك كله من جسم السفينة والاق ومعدات اجلس السفينة وغيرها ويحسب كالالاق تكلفة السفينة قيمة تقريدية لها على العمر اقصادي للسفينة يطلع لقصد الاهلاك قصد الاهلاك ده بثبته ازاي من حساب اهلاك السفينة اصبح عنص بالعصر التكاليف لكنه بختلف عن الاجور والخمات واللي السبق ذكره والتأمين وكله لان هذا الاهلاك لم يدفع لأحد ولكن هو محتسب يوما محتسب هو بيخش في عنصر 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 التكاليف اللي بتحط في قيمة الدخل يوما ايذن بيخفض الربح يوما الجانب الدائم بتاعه مجمع مخصص اهلاك السفينة ودي تطبيقا المبدأ الاستمرار في المنشأة ان انا بقى احجز جزء من الاربع بسميه مجمع اهلاك مجمع مخصص اهلاك السفينة او مخصص اهلاك السفينة هذا المخصص مخصص لايه هو مجمع لايه هو مجمع يعني بيتجمع كل سنة يبقى في نهاية عمره بيتجمع مجموع معين ومخصص ليه لان انا استبدل السفينة عند نهاية عمرها الافتراضي بسفينة اخرى جديدة لو لم افعل هذا مش يبقى اتوفر عندي المبلغ ان انا اجتري بسفينة واذا طبق المبدأ الاستمرار ان المنشأة بتاعت النقل البحري مستمر الى مال النهاية ده افتراض يبقى اذا هذا الاستبدال يضمن استمرار المنشأة هذا الاهلاك يضمن استمرار المنشأة دون توقف ويحمل حساب الاهلاك السنوي على حسابات النتيجة حسابات النتيجة طبعا هو خيم التشغيل او حساب الارباح والخسائر او حساب المتجرة والارباح والخسائر زي ما تسميت هي نتيجة النشاط ونتيجة النشاط ياما يكون ربح ياما خسارة ياما متوازنة مصرفات قد لا مكسب ولا خسارة طب مجمع مخصص الاهلاك ده مفروض مكانه اصلا ارباح محتجزة مفروض مكانه في جانب الخصوم بقائمة المركز المالي ولكن جرى العرف المحاسبي ان يظهر الاهلاك مطروحا طرحا شكليا من قيمة السفينة ضمن الاصول في الميزانية المعدة في نفس الفترة يابا انا باجي في الاصول احط قيمة السفينة ناقص الاهلاك وهذا بسي مطرح شكلي لانه مفروض مطرحش في الميزانية حاجة ياما بعض انه هزا تحط المخصصات في جانب الخصوم لكن العرف الساعد هو ان يطرح طرح شكلي في الاصول عند تخريد السفينة بقى السفينة تخرد يعني خلاص لا تصبح تصبح غير صالح على الاستخدام ياما هولكت خلاص استهولكت فانية عمرها ياما ظهر انواع من السفن تخلي دي ما تنفعش تشتغل اقتصاديا يبقى لازم ان انا ابحى عشان انجح اقتصاديا في هذا النشاط كده بتاع التخريد هانقول بقى من مذكورين انا باعت السفينة يبقى البنكة بخلش فيروس يبقى البنكة اصل زاد اجعله مدينة ثانيا المجمع الهلاك خلاص بعدش لازمة يبقى مجمع الهلاك بيتحط مدينة عشان يتلغل لانا هو كان دائن عندي خلاص وبعدين بعد كده ايه بقى البشوف قيمت السفينة بعد طرح مجمع الهلاك وتمن البيع الفرق بالاتنين يديني خسائر بيع السفينة خسائر عنصر بمدينة عندي خسائر هي وزي المصروفات مدينة الى مذكورين بقى حساب السفينة عشان كانت اصبحت لغت باعت خلاص اصبحت غير موجودة وهي كانت اصن مدين ألغيها حساب السفينة حساب اربع بيع اربع بيع السفينة لو ان تمن البيع اعلى من التمن بتاع السفينة المدرج خائمة المركز المالي بعد طرح مجمع الاهلاق هنقول بالنسبة لارادات ارادات طبعا اسهل شوية يبقى ايزا الارادات عندي ايه يا اما بأبضها يا اما بيبقى على العملاء حين السدد بعد فترة مؤينة مؤجلة مثلا انا بنع الغاز او بنع بترول لدول او الاشخاص يبقى وينحساب العملاء وهو يعتبر عملاء بنسبان الى حساب الارادات حسب نوع السفلة اسمه لما بدأ اقول ارادات بنك او الخزينة او حسب اح ارادات سفر او بي دي الارادات ودي اسهل وشكرا وإلى اللقاء في محاضرات أخرى